السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الثاني من سلسلة لغة الجافا في هذا الدرس سنتعلموا كيفية إنشاء أول بروجيكت بواسطة برنامج إكليبس في لغة الجافا سنتعلموا كيفية إنشاء أول ملف بالنسبة لبرنامج إكليبس المهم لدينا فيه هو هاد ثلاثة ديال البارتي البارتي اللي أولى كنكسبو فيها الكود البارتي اللي تحت منها كتبا النتيجة البارتي هنا اللي في اليسار هي البارتي اللي خاصة بالبروجيكت والمشروع اللي كنخدمو إليه بس نصابو أول بروجيكت كمشو الفايل نيو جغا بروجيكت اللي مطلب منا هو نسميو هاد البروجيكت مثلا نسميو فرست بروجيكت بروجيكت هنا بنسبة لفرسيون ديال جي ار اي خليوها ديفولت نكست فنش والهنا لاحظوا إيكليبس يحط لي البروجيكت ديال هنا الكلاس ديالي غادي يكونوا في هاد توسي السورس يعني إلا بغيت نصاب أول كلاس غاس ننكليكي هنا على سورس بوتون درواء نيو كلاس اللي مطلب مني نسميها كلاس نسميها مثلا لو وورد بسبب الموديفير هنا كنكوشي public static void main string args مجموعة ديالعناتر كاين في هاد النافذة هدي هنشرحهم من بعد في الدروس القديمة اللي مهم نسمي الكلاس الحرف الأول ديالكلاس ديما كيكون capital يعني مجسكول وهنا كنكوشي public وهنا كنكوشي public static void main string args finish لاحظوا اكليبس كيحط لي كيحط لي الملف ديالي الكلاس ديالي اللي هو word.java وكيحطينا هاد الكود هاد الكود هو اللي غدي بقى ملازم لنا طيلة الدروس ديالنا في لغة جامع هاد العناصر ديال هاد الكود هاد كلها غنشرحوها مع الدروس القديمة اللي مهم عنا هو احنا صوبنا اول كلاس ديالنا نزيدو في عوحة الوبجيت سميزو system.out.println donc بغينا هاد الوبجي هاد الدروس دياله هو كي افشينا مثلا بغينا اي افشينا اللي word دونك نقطف هاد الى .ok كي بقى هاد نفضو هاد الكود هاد كمشي ورن الرن أوكي دونك هو اعتنعنا اللي هو word هاد الوبجي هاد system.out.println الدروس دياله كي افشينا اه مساج فلك دونك كونسا غدي نكونو تعلمنا نصابه اول project في java واول class في لغة java بواسطة برنامج eclipse اواق دونك الى الدرس القادم ادري دابق ادري ترجمة نانسي قنقر